وقال التعليق على شأن سوريا انضم إلينا هذه المرة من واشنطن المحلل السياسي الأستاذ حسين عبدالحسين أستاذ حسين أهلا بك إذن في الوقت الذي يتمسك فيه المجلس الوطني السوري المعارض بالتدخل العسكري ضمن البند السابع للأمم المتحدة تؤكد الدول الغربية والناتو أيضا عدم وجود أي تنية لقيام بأي عملية عسكرية ويحذرون من عواقب وخيمة لذلك إذن لماذا لا توافق معارضة الخارج على الجلوس إلى طاولة الحوار برأيك مساء الخير أنا لا أعتقد أن المعارضة السورية لا توافق على الحوار هي أعلنت مرارا موافقتها على خطة السيد كوفي أنان وبمجرد الموافقة على هذه الخطة يعني ضمنا أنها توافق على الحوار المشكلة هي في ترتيب الأمور خطة أنان فيها ست نقاط وبند الحوار هو البند السادس تعتقد المعارضة السورية أن الحكومة السورية أو نظام الرئيس بشار الأسد لم تتجاوب مع أي من النقاط التي يتصدرها سحب الجيش من المدن والإفراج عن المعتقلين والسماح لوسائل إعلام غير السورية بالدخول إلى سوريا قبل الذهاب إلى طاولة الحوار تعتقد المعارضة أن الحكومة السورية لم تنفذ أي من هذه البنود ويتحاول الذهاب إلى الحوار فورا في المقامل يعني ماذا لدى معارضة الخارج غير تدخل العسكري يعني ما هو المشروع الذي تحمله المعارضة لسوريا لا سما وأن التدخل وفق البند السابع سيدخل البلد في حرب أهلية وفق ما يؤكده محللون كثر نعم أنا برأيي أن البلد أصلا في حالة حرب أهلية حاليا ولا أرى أن أي من الطرفين قادر على حسم هذا الصراع ومن الضروري يعني إجبار الفرق المتقاتلة عبر تدخل خارجي أو عبر أي نوع تدخل آخر سياسي أو عسكري على التحرك في اتجاه ما باعتقادي إن استمرت الأمور على هذا الشكل نحن في حرب أهلية في الوقت الحالي والعدد القتلى يتزايد والأهم من ذلك أن عملية الحقن في الشارع السوري بين الأطياف والمذاهر المتعددة تزداد يوما بعد يوم وهذا هو الأخطر في الموضوع أستاذ حسين الآن كما تعلم موسكو عربت عن استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي بشأن سوريا برأيك هل سيأتي هذا المؤتمر بجديد ملموس لحل الأزمة السورية مشكلة المؤتمر كما تحدثنا أنه يتجاوز النقاط الأخرى ولكن حتى لو ذهبت الفصائل السورية المختلفة بما فيها الحكومة السورية إلى مؤتمر حواري في موسكو لا أعتقد بأن هذا المؤتمر أولا سيؤثر على الأرض ثانيا ما هي ألية تنفيذ قرارات هذا المؤتمر من ناحية وماذا يحصل لو فاشل هذا المؤتمر لو دخل الأطراف السوريين والمختلفون إلى طاولة الحوار في موسكو ولم يتوصلوا إلى اتفاق مثلا لو طالت المعارضة بخروج الرئيس بشار الأسد من السلطة كشرط أساسي لإكمال المفاوضات ماذا يحصل بعد ذلك يعني ما أحاول القول هنا هو أن حتى هذه المفاوضات ليست مضمونة على الرغم من أن البعض يعتقد أنه بمجرد الذهاب إلى المفاوضات يعني أن الأمور في طريقها إلى التسوية داخل سوريا أخيرا برأيك ما هو المخرج الذي من شأنه أن يحقن دماء الشعب السوري بعد أزمة دخلت عامها الثاني وتزداد تعقيدا يوما بعد الآخر أعتقد أن الحل الوحيد للخروج من الدوامة السورية هو في تنحي الرئيس بشار الأسد على الأقل هذا يضمن أن أكثر من ثلثين السوريين أو المعارضين السوريين حاليا سوف يقبلون ربما بالذهاب إلى حوار يعني بعد خروج الرئيس الأسد يصبح الحوار أسهل هناك أمثلة مثل النموذج اليمني الذي تتحدث عنه كل من واشنطن وموسكو والعواصم الأخرى برأيي محاولة تطبيق حل يشبه الخطة اليمنية أو قد يكون حلا ناجحا وباعتقادي أن هذا يبدأ بخروج الرئيس الأسد وبرأيي أنه في حالة الرئيس الأسد أو أي شخص في العالم نحن دائما نعتقد أن الأوطان هي أهم من الأشخاص وبرأيي هذا هو الحل في هذه الحالة يعني هذا الحل تضمنته مجموعة الاتصال التي أسستها الأمم المتحدة لتكون بديلا عن خطة عنانة التي تواجه الفشل على ما يبدو بسبب ترد الأوضاع الأمنية هل تعتقد بأن هذه المجموعة مجموعة الاتصال ستتمكن من التوصل إلى المخرج المطلوب للأزمة السورية وفق وجهة نظريكية التي ذكرت قبل قليل أنا أوافق تماما على السيناريو الذي تقدمه مجموعة الاتصال أو خطة مجموعة الاتصال المشكلة هي في الشكل أو المشكلة هي في آلية تنفيذ هذه المجموعة طبعا الولايات المتحدة يبدو أنها لن توافق الجلوس إلى طاولة تجلس إليها إيران بصفتها لاعبة كذلك في الشأن السوري مشكلة خطة مجموعة الاتصال أنه لا يمكن البدء بالتنفيذ أو لا يمكن البدء بالحديث عنها لأن الأطراف التي ستشارك بها متعارضة لأسباب تختلف أو لأسباب بعيدة عن الموضوع السوري بالدرجة الأولى ولكن أعتقد أن مضمون هذه الخطة لو تم تنفيذه سوف يشكل مخرجا ونحن طبعا كما ذكرنا أساس هذه الخطة هو خروج الرئيس الأسد من الحكم إذن المحلل السياسي حسين عبد الحسين كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك